قام مشعوذ ادعى انه ساحر في صفحة على منصة فيسبوك بنشر صور لعدد كبير من الاشخاص الذين تواصلوا معه بهدف عمل السحر والشعوذة بدأت القصة عندما قام صاحب الصفحة بفتح حسابات على الانترنت باسم وهمي مدعي انه ساحر وفور نشره عدد من المنشورات بهذه الصفحة تواصل معه عدد ضخم من الناس طالبين منه عمل سحر لأسباب مختلفة وبعد ان جمع عددا كبيرا من الرسائل والطلبات قام صاحب الصفحة بنشر كل الصور التي تم ارسالها من قبل هؤلاء مرفوقة بتفاصيلهم الشخصية تصرف اصبح حديثا نشطاء في الساعات الاخيرة هناك من شجع كمحمد الذي قال والله رجل علشان كلهم يتحاسبوا تدمير حياة ناس بسبب السحر والاعمال شفت بعيني وشيء موهي لما واحد حياته تنقلب راس على عقب بسبب الاعمال والسحر من جهة اخرى هناك من حذر من التشهير فكتب كان يقدر يبلغ عليهم التشهير شيء ممكن يضره حتى لو ود يسوي خير الله يجزاه خير ويحفظه زي ما حفظ الناس اشتركوا في القناة